أفضل 10 أفلام في السنوات الماضية كنت أخلي هذه القائمة بالترتيب من المركز العاشر إلى المركز الأول لكن لاحظت أنه التعليقات كلها تروح لزاوية أنه هذا الفيلم يستاهل المركز الرابع ليش حطيته بالمركز الخامس أو هذا الفيلم ليش بالمركز الثامن ليش مو بالسابع وكلها هذه يعني ما عليش يعني مش نقطة الأساسية وش بيفرق إذا كان هذا الرابع وهذا الخامس لذلك هذه السنة قررت أني أسوي قائمة بترتيب عشوائي رح أعطيك 10 أفلام رتبها زي ما تبي هي بالنسبة لي أفضل 10 أفلام شفتها في سنة 2023 عشان نتجنب هذا النقاش العقيم ونتناقش نقاش ودي يحبي أكثر كل واحد يشاركنا قوائمه في الترتيب يا سادة يا كرام ترتيب عشوائي وقبل أن نبدأ لا تنسى تشارك بالقناة وتفعل درس تنبيهات وتعطي هذا المقطع لايك في حال أعجبك وتشاركني رايك تحت بقائمتي وتشاركنا قائمتك الخاصة لأفضل 10 أفلام سواء بالترتيب أو بدون ترتيب تحت بالتعليقات الفيلم الأول معنا في هذه القائمة موش المركز الأول الفيلم الأول معنا بهذه القائمة فيلم باست لايفز المثير للاهتمام بهذا الفيلم أنه التجربة الطويلة الأولى للمخرجة سيلين سونغ فيلم درامي رومانسي يحكي قصة شخصين اللي هم نورا وهاي سونغ هذول الشخصين كانت تربط بينهم علاقة صداقة عميقة في طفولتهم ولكن انفصلوا لمدة طويلة وبعد هذا الانفصال يلتقون مجددا لمدة أسبوع واحد فقط الفيلم يتميز بأداء قوية جدا للممثلة غريتالي والقصة ككل تعتبر قصة حب ناضجة ومغايرة عن المعتاد هذا الفيلم قدر يتناول جوانب نفسية متعددة للشخصيات وبشكل عميق والجميل بالفيلم أنه يقال بأنه مستوحى من قصة المخرجة نفسها الفيلم تناول عدة مواضيع بشكل جميل مثل الحب والقدر والفراق وأداء الممثلين كان أداء رائع جدا وحتى الإخراج بهذا الفيلم إخراج مميز يعتبر من أهم وأفضل الأفلام بهذا السنة بلا نقاش الفيلم الثاني معنا فيلم أناتومي أوف أفول أنا تومي أوف أفول فيلم دراما وتشويق وجريمة تدور أحداث الفيلم عن عائلة مكونة من الأب والأم والابن المصاب بالعمى تتهم الأم بمقتل زوجها بعد ما يسقط من مكان مرتفع والشاهد الوحيد على هذه الحادثة هو الابن الأعمى ومن هنا تبدأ المعضل الأخلاقية اللي ناقشها هذا الفيلم بشكل رئيسي هل الحادثة كانت قتل؟ هل الحادثة كانت انتحار؟ والمتهم الوحيد بهذا الحادثة هي الأم أداء ساندرا هولر بهذا الفيلم أعتبره من أفضل الأداءات في هذه السنة كذلك القصة المميزة وتطرح بعمق نفسي نادر ما أشاهد حقيقة الأسلوب السينمائي في الفيلم ساحر وناقش القضية من عدة جوانب نفسية عميقة كذلك الفيلم قدم حبكة ممتازة طوال مدة الأرض بلا شك أعتبره واحد من أفضل أفلام السنة الفيلم الثالث معنا بهذا القائمة فيلم جون ويك الشابتر الرابع جون ويك الشابتر الرابع أو الفصل الرابع مكمل للقصة المميزة لهذه الشخصية عالم جون ويك عالم استثنائي وما لي بالتفاصيل الجميلة اللي تخليني أفضلوا على أي عالم أكشن آخر الشابتر الرابع أو الفصل الرابع من قصة جون ويك كان فيها جرعة عالية ودسمة من مشاهد الأكشن الممتازة جدا كمية القتالات وتنوعها في هذا الفيلم كان أمر عجيب يستحق الدراسة مشاهد الأكشن في هذا الفيلم كانت مشاهد استثنائية والرتم كان ممتاز جدا لدرجة أنه ما خلاني أطفش مع فيلم طويل مدة الفيلم ساعتين وأربعين أو ساعتين وخمسين دقيقة اللي لم تخلني الذاكرة مع ذلك بسبب الرتم الممتاز لتصميم مشاهد الأكشن وتنوعها ما طفشت أبدا وأنا أشاهد الفيلم لقطات واسعة لقطات قريبة لقطات طويلة أنواع متعددة من البيئات وأنواع متعددة من أساليب القتال اللي شفتها في هذا الفيلم فيلم صاخب وكأنك تشاهد أوركسترا أمامك الفيلم من اللحظة الأولى إلى اللحظة الأخيرة ما راح يشعرك بأي لحظة ملل مليب المتعة والإثارة والأكشن فيلم معمول بحرفية عالية الفيلم الرابع معنا The Boy and the Hero يكفي أقول لك أنه الفيلم من إخراج الأسطورة ميازاكي بصريا الفيلم لا غبارة عليه حنا نتكلم عن ميازاكي يا جماعة اللي لطالما أمتعنا من هذا الجانب لسنوات طويلة من نحت القصة في القصة عميقة وهادئة وتقدم لك يا المشاهد بشكل بسيط وسلس وأتمنى مع نزول هذا الفيديو أنه الفيلم ما زال في السينما لأنه لازم تشوف هذا الفيلم القصة عن صبي يشتاق لوالدته وينطلق في عالم خيالي يجمع ما بين الأحياء والأموات أسرار هذا العالم وأسرار هذه القصة تنكشف لك بشكل سلس وتدريجي والجميل بهذا الفيلم أنه يغطي لك جوانب نفسية وتاريخية للزمان والمكان اللي تجري فيها الأحداث فيلم أعمق بكثير مما تخيلت فيلم ممتاز يعطيك تجربة بصرية وقصة معقدة وشخصية أساسية مثيرة للاهتمام وككل الفيلم أعتبروا تجربة سينمائية فاخرة يستحق المشاهدة الفيلم الخامس معنا بهذه القائمة Mission Impossible الجزء السابع أو Dead Reckoning الفيلم مثل ما ذكرت يعتبر الجزء السابع من سلسلة الأكشن المميزة Mission Impossible أفضل أنك تشوف كل الأجزاء السابقة قبل مشاهدة هذا الجزء لأنه يعتمد بشكل أساسي على معرفتك بماضي القصة الفيلم من ناحية الأكشن يعتبر جدا وممتاز يختلف عن جون ويك من النواحي التقنية والأساليب المستخدمة بمشاهد الأكشن مشاهد الأكشن في Mission Impossible تعتمد على الأماكن المفتوحة والمطاردة ورسم الخطط ومحاولة اكتشاف القصة والحبكة مع مرور الوقت توم كروز من الممثلين الرائعين اللي أسهم إسهامات كثيرة في عالم السينما وفي الأكشن على وجه التحديد الرجل عنده قدرة عالية على تحدي نفسه مرة تلو الأخرى السنة الماضية كان معنا توب كن هذه السنة معنا Mission Impossible الله يستر في السنة الجاي وش معنا؟ الفيلم السادس معنا فيلم إير هذا الفيلم شفته مرتين المرة الأولى ما أعجبني كثير ولكن تغيرت نظرتي تجاه هذا الفيلم بعد المشاهدة الثانية ثناية مات ديمون وبن آفلك جابت الأوسكار بيوم الأيام أستبعد أنها تجيب الأوسكار مجدداً ولكن هذا لا يعني أنه الفيلم ما هو فيلم جيد فيلم جداً ممتاز الفيلم يتكلم عن نجاح شركة نايكي مع جوردن سطورة كرة السلة والعجيب بهذا الفيلم أنه التركيز الكامل كان على القرارات المصيرية داخل شركة نايكي مبتعدين كلياً عن جوردن أو عن التلحين على اسم جوردن أنه موجود بالفيلم ما ودي أحرق عليك ولكن لو شفت الفيلم رح تفهم قصدي في هذا الفيلم رح تشوف أداء ممتاز جداً من مات ديمون والفيلم ككل أعتبره من أفلام السيرة الممتازة هذه السنة سواء لما نتكلم عن سيرة أشخاص داخل شركة نايكي أو عن سيرة شركة نايكي بالكامل وكيف تغيرت وتغير مركزها في هذه الصناعة صناعة الملابس الرياضية فيلم ممتاز يستحق المشاهدة الفيلم السابع معنا فيلم إكستراكشن الجزء الثاني هذه السنة كانت سنة ممتازة من ناحية أفلام الأكشن إكستراكشن الجزء الثاني جاء عشان يتحدى نفسه ويتجاوز الجزء الأول وفعلاً هذا اللي حصل مشاهد أكشن رهيبة واحد من مشاهد الأكشن كان ون تيك مدته 21 دقيقة أعدوا عشرات المرات يا جماعة بالإضافة لمشاهد الأكشن إكستراكشن الجزء الثاني جاء ليحاول أن يصنع قصة عميقة للشخصيات والعالم أداء ممتاز لمشاهد الأكشن بهذا الفيلم وبالمناسبة كل فيلم من أفلام الأكشن موجودة بالقائمة واللي آخرها إكستراكشن كان يتميز بشيء عن الآخر في إكستراكشن مشاهد الأكشن كانت متنوعة كانت تعتمد على الوين تيك والمشاهد الطويلة وعلى مشاهد المخاطرة الواضحة فيها مخاطرة وأداء تمثيلي من الممثلين أداء مميز من كل طاقم إكستراكشن واللي بالمناسبة سويت معاهم مقابلة رح أترك لك الرابط حقها تحت بخانة الوصف الفيلم الثامن معانا يا جماعة فيلم تيترس تعرفون هذه اللعبة اللي تغث أنا قبل هذا الفيلم ما كنت أدري أنه في بطولات تقام لهذا اللعبة نعم الفيلم ما تطرق للبطولات اللي متخني الذاكرة يعني ولكن أنا بحثت ما إذا كان في بطولات لهذا اللعبة أو لا ووجدت فعلا أنه في بطولات للعبة تيترس تيترس فيلم سيرة ذاتية يتكلم عن هذا اللعبة ولي لسوء الحظ مخترع ومكتشف ومبتكر هذه اللعبة شخص كان يعيش في روسيا في فترة الشيوعية والحرب الباردة الفيلم يتكلم عن ابتكار هذه اللعبة والسباق العالمي نحو الحصول على حقوق هذه اللعبة الفيلم قدم لي كل اللي يحتاجه من ناحية السيرة الذاتية لهذا اللعبة على وجه التحديد وللأشخاص المعنيين فيها نعم ما كان عميق من ناحية التطرق للشخصيات وهذا الشي ما أبحث عنه صراحة في أفلام السيرة الذاتية اللي تتكلم عن منتج مثل فيلم اير عن سبيل المثال ومثل فيلم تيترس لأنه الكلام بالمجمل عن هذه اللعبة أو عن هذا المنتج بالنهاية فالفيلم تناول هذا المنتج من كافة أبعاده الاقتصادية وحتى السياسية وكان يركز بشكل أساسي على القضية قضية الفيلم اللي هي تيترس اللعبة نفسها فالفيلم رح يعطيك نظرة ممتازة على المكان والزمان اللي صارت فيه الأحداث وعن كل ما يتعلق بالزمان والمكان من أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها الفيلم التاسع معنا فيلم تاك تو مي ليه الفيلم موجود بقائمة أفضل أفلام السنة بالنسبة لي لأنه بكل بساطة قصة نجاح متكاملة فيلم مستقل لأخوين يوتيوبرز يذهب لكل المحافل العالمية بل يستفز أكثر المخرجين ويخليهم يمدحون هذا الفيلم ويخلي شركة A24 تمول هذا الفيلم تمويل ضخم قصة نجاح لابد على كل المهتمين بالسينما أنهم يعرفونها القائمين على هذا الفيلم أشخاص عاديين أشخاص مستقلين حصلوا على تمويل شخصي وصنعوا هذا الفيلم فيلم بقصة بسيطة يد لما تتكلم معها تدخلك روح من العالم الآخر وتتحكم فيك لمدة زمنية كيف ممكن الأشخاص يستغلون هذه البوابة استغلال خاطئ فيلم رعب رعب نفسي معمول من فكرة بسيطة بشكل جيد لما شاهدت الفيلم ما كنت تعرف هذه المعلومات فكان انطبالاً على الفيلم أنه فيلم جيد إلى جيد جداً ولكن لما عرفت أنه الفيلم جاء من أشخاص مستقلين يوتيوبرز يعني ما وراهم شركات إنتاج ولا وراهم ملايين قدرت الفيلم قدرت الصناعة نعم الحبكة كان فيها بعض الأشياء هنا وهناك أشياء الناقصة ولكن متأكد أنه هذه الأشياء الناقصة راح يتلافونها في الجزء القادم أي نعم 824 طلبت جزء ثاني من توكتومي وقبل أن نوصل للفيلم الأخير في بعض الأفلام اللي خيب أظنني صراحة فيلم نابليون بكل أمانة أعتقد أنه ريدلس كوت قتل هذا الفيلم بنسخة السينما كان ممكن الفيلم يكون أربع ساعات ونص بالسينما على فيلمين أو على منصة على طول بدون الحاجة أنه يمر على السينما وأنا متأكد أنه لما أشوف النسخة الثانية النسخة الأطول راح تتغير نظرتي لهذا الفيلم بشكل كبير Killers of the Flower Moon من الأفلام اللي خيب أظنني صراحة نعم ليونارد ديكابريو قدم أداء مبهر بهذا الفيلم وأنا من أشد المعجبين بمارتن سكورسيزي بشكل عام ولكن هذا الفيلم ثقيل وبطيء وأثق الكاهل الفيلم برسائل الامتنان لنهود الحمر ذنب الرجل الأبيض مش قضيتك يا سكورسيزي أنك تحاول أنك تكفر عن ذنوب الرجل الأبيض كان ممكن تصنع فيلم رائع The Killer لديفيد فينشر أنا من محبين ديفيد فينشر ولكن هذا الفيلم كانت تطلعاتي له عالية جدا ويعني ما لاقى هذه التطلعات ما حبيت الفيلم ما استمتعت فيه كثير ما كان فيلم ممتاز وما كان فيلم سيء كان فيلم عادي الفيلم العاشر والأخير أوبنهايمر هذه السنة أوبنهايمر أعطاني تجربة سينمائية متكاملة خالدة لا تنسى قصة حبكة أداء تمثيلي موسيقى تصويرية كل لحظات الفيلم استمتعت فيها صراحة ثلاث ساعات مرت لمح البصر وما استبعد أبدا أنه الأوسكر تخضى لنولن بهذا الفيلم ما أعتقد أن فيلم أوبنهايمر يختلف عليه شخصين وأعتقد أنه فيلم استثنائي من أفضل أفلام السنة بكل أمانة ممكن تكون القائمة عشوائية ترتيب عشوائي ولكن عشان يعني أرضي فضولك أفضل فيلم شفتوا هذه السنة كان فيلم أوبنهايمر نعم كان عندي تطلعات أنه كيلرز أوف تي فلاور مون أو نابليون أو ذا كيلر يتغلبون على على أوبنهايمر ولكن بكل أمانة ومع وصولنا للأيام الأخيرة من هذه السنة أوبنهايمر هو الفيلم الأفضل لسنة عشرين ثلاثة وعشرين بالنسبة لي عدا ذلك التسع أفلام الباقية رتبها زي ما تبي وبس يا جماعة هذه قائمتي لأفضل عشر أفلام شفتها في سنة عشرين ثلاثة وعشرين نعم في بعض الأفلام هنا وهناك اللي ما شفتها صراحة ولو شفتها ممكن أذكرها عندي بالقائمة ولكن يطول الكلام عن الأفلام اللي ما شفتها جاء الدور عليك عزيز المشاهد أنك تشاركني تحت قائمتك لأفضل عشر أفلام شفتها في سنة عشرين ثلاثة وعشرين سواء حبيت أن القائمة تكون بالترتيب من المركز العاشر إلى الأول أو بشكل عشوائي أو حتى لو ما شفت عشر أفلام حابت شاركنا بخمس أفلام ثلاثة أفلام يا رجل لو فيلمين شاركنا تحت بتعليقات منتظر تعليقاتكم لا كفي حال أعجبك هذا المقطع يشترك في القناة بلما كتب ويشترك في الدرس ويشرفني تابعني منصات تواصل الاجتماعي تويتر وسناب ولستيقرام وتويتش وتكتوب كان معاكم راكان أشوفكم المقطع الجاي سلام